بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد رية المحياة على نبات الزرة الشامية والتسميدة الأولى إيه هي أهم المواد السمادية اللي حضرتك هتضفها مع رية المحياة وإيه هو معاد رية المحياة المناسب في البداية يا جماعة عايزين نوضح لبعض الناس يعني إيه رية المحياة رية المحياة ده يا جماعة وهي الرية التي تلي رية الزراعة يعني حضرتك زراعة النهاردة الرية اللي جاية لبعض رية الزراعة إحنا بنسميها رية المحياة عشان ناس يا جماعة اللي بتتفرج عليها من بعض الدول العربية ومش عارفها يعني إيه رية المحياة طيب إحنا هنا يا جماعة هنتكلم عن نبات الزرة الشامية هقول لك على بعض المعلومات الهم هنركز فيها وبخصوص رية المحاية وخصوص برضو رية الزراعة اتكلمنا قبل كده يا جماعة على طريقة الزراعة المناسبة والكسافة النباتية المناسبة عشان تاخد اعلى انتاجية من فدان الزراع اللي ان شاء الله يا جماعة توصل معانا للسبعة طن نضرة مستريح طيب حضرتك هتزرع بالطريقة اللي احنا قلنا عليها وهتزود المية وتبدأ تصفي المية مباشرة بعد عملية الزراعة بعد ما تكون انت زودت المية بشكل كبير على او غمرت الارض بالمية تبدأ تصفي الارض بتاعتك طيب نروي بعد كده امتى وايه هي المواد السمادية اللي احنا هنحطها معاد رية المحاية جماعة في الزراعة الشامية بيختلف على حسب طبيعة التربة اللي حضرتك زارع فيها يعني الارض الطنية غير الارض الرملية غير الارض الكلسية غير الارض الجيرية حضرتك بتبقى مركز قوي ومتابع نوع التربة اللي حضرتك بتزرع فيها وتبدأ على اساسها بتحدد معاد رية المحاية طيب بالنسبة للناس اللي بتزرع طنقيت او الناس اللي بتزرع بنظام الري بالرشاشات الدرع ينفع بالرشاشات ينفع يا جماعة بالرشاشات ويبقى محترم جدا وقوي جدا ويجيب انتاجية عالية جدا وانا قلت لكم قبل كده يا جماعة مفيش مقارنة بين نبات الدرع اللي هيتزرع بالرشاشات او بالبيفوت او اللي هيتزرع بالطنقيت بيجيب انتاجية عالية جدا على اللي هيتزرع بنظام الري بالغمر لان الري بالغمر يا جماعة بيهدر كتير جدا في المساحات المزروعة وما بتقدرش تحط فيه كمية التقاوي او الكسافة النباتية المسلأ او في الاراضي اللي بتروى بالغمر بياخد كسافة اكبر من الاراضي اللي بتروى بالغمر فده انتاجيته هتفرق كتير جدا على الناس اللي بتروى بالغمر عشان نكون واضحين مع حضراتكم يا جماعة احنا تعودنا ان احنا ما نتحكش عليكم طيب بالنسبة لمعايد راية المحياة اتكلمنا قبل كده يا جماعة وقلت لك ان راية المحياة في الارض الرملية غير راية المحياة في الارض الطنية وبالنسبة للناس اللي بتلوي بالطلقية وناس اللي بتلوي بالرش ما بيش حاجة عندهم اسمها رية محياة احنا هنا بنتكلم رية محياة عن ايه؟ عن الناس اللي بتزرع الدرة بطريقة الري بالغمر في الأراضي الصمر يا جماعة والأراضي التقيلة رية المحياة بتبقى بعد الزراعة بحوالي من 15 يوم إلى 20 يوم أو 21 يوم على الأكثر ما بتزيدش عن كده وفي عندنا خطأ شائع يا جماعة بعض الناس تقولك بعد أسبوع من الزراعة ابدأ جري المية على الأرض عشان البزور اللي منبتتش والكلام ده الكلام ده جماعة خاطئ جدا وهيعمل صدمة للجنين أو للبزور اللي موجود عندك ويعمل لك فقع للبزور أو أعفان للبزور ويسبب لك مشاكل كبيرة جدا في بداية العروة اللي انت حضرتك لسه بادئ تشتغل فيها يبقى ما فيش حاجة اسمها ايه؟ جر المية بعد 4 أيام ولا بعد 5 أيام بعد الزراعة والكلام ده الكلام ده خاطئ تماما انت بتزرع نباتة الدرة وبعد كده بتروي رية المحياة بتاعتك على 15 يوم 16 يوم 17 يوم معاك لغاية 20 يوم أو 21 يوم أو 22 يوم على الأكثر في الأراضي نهيه الأراضي الصمراء التقيلة وفي الأراضي الرملية الجيدة جماعة رية المحياة على حسب برضه ممكن تبقى من أسبوع إلى 10 أيام ده بتبقى رية المحياة لأن الأراضي الرملية جماعة صرفها بيبقى عالي جدا وإحنا هنا بدي بقى عايزين نسبة رطوبة إلى حد ما عشان الجنين يبدأ يخرج وينمو ويبدأ يحصل عندك إنبات بشكل كويس من البزور اللي حضرتك بتزرعها طيب ده بالنسبة لمعاد رية المحياة طيب نحط إيه بقى في التسميدة الأولى مع رية المحياة طبعا يا جماعة قبل ما تروي رية المحياة في عملية مهمة جدا لازم تعمل ليه عملية إيه عملية الخف لازم يا جماعة تخف النباتات اللي موجودة عندك على نبات واحد على نبات إيه واحد ولو في جورة واسعة سيب نباتين ما فيش أي مشكلة في الجورة الواسعة اللي هي ما طلقش فيها إيه نبات ونركز أهو يا جماعة في مسافات الزراعة زي ما قلت لك مسافة الزراعة تبقى عندك من 15 أفوال ليه 17 سنت ونص على حسب الزراعة أو طريقة الزراعة اللي حضرتك بتزرع فيها لو كده زبط البلنتر بتاعك على المسافة المزبوطة وابدأ إزرع لو أنت هتزرع بالآلة وهزرع بالعمالة جماعة أو بالعمالة تبدأ برضو تقولهم على المسافات اللي حضرتك بتزرعها وقبل ما تروي رية المحياة هتبدأ تخف النباتات اللي موجودة عندك طيب تحط إيه بقى يا جماعة في الرية الأولى لرية المحياة عندنا الطريق الطريقة الشائعة جماعة إن حضرتك بتستخدم الكماوي أو اليوريا اللي هو اليوريا أو النطرات النشادر أو سلفات النشادر وبتستخدم برضو السوبر فوسفات قبل الزراعة وبتستخدم البوتاسيوم وكلام ده كله طيب الرية الأولى إحنا محتاجين فيها إيه؟ الرية الأولى إحنا محتاجين فيها فوسفور بنسبة عالية محتاجين فيها أزوت بنسبة عالية هيفرق مع حضرتك كتير جدا طيب نحط إيه بقى أفضلك يا جماعة لو أنت هتستخدم مع الدرة تستخدم نطرات النشادر وما تحطش اليوريا خالص يا جماعة ابدأ نشتغل به نطرات النشادر إحنا قلنا قبل كده يا جماعة في احتياجات اليوريا هقول لحضرتك إمتى تحط اليوريا في احتياجات نطرات النشادر هقول لك إمتى تحط نطرات النشادر إحنا هنا هنحط نطرات النشادر بمعدل قد إيه؟ هتحط نطرات النشادر يا جماعة بمعدل أربعة شكارة نطرات النشادر للفدان في الرية الأولى واللي هي بعد رية المحياة طيب هنيجي بقى بالنسبة للفوسفور هنحط الفوسفور اما في صورة ماب او في صورة حامض فوسفوريك يعني محدش النهاردة يجي قولي انا هجيب صبر فوسفات محبب وابدأ ابضره في الارض احنا حطينا الصبر فوسفات مع الخدمة الزراعية قبل الزراعة احنا هنا في الوقت ده برضو محتاجين ايه الفوسفات الفوسفور هنحط الفوسفور بمعدل ايه بمعدل 15 لتر من حامض الفوسفوريك للفدان وهنحطه في صورة محلول في صورة دايبة في الماء طبعا يا جماعة هندوبه في برميل وهنبدأ نسحبه على الحوال بتاع الرأي طيب حضرتك مش قادر تحطه في الصبر فوسفات مش قادر تحط حامض الفوسفوريك يبقى لازم حضرتك ترش رشة او اتنين من عالي الفوسفور على النبات في هذا العمر لان الفوسفور مهم جدا جدا لتقوية وتنشيط الجزور في بداية مراحل النمو الاولى يبقى هنا حطيت الكمية الكافية من الازوت وحطيت الكمية الكافية من الفوسفور كمان يا جماعة مهم جدا الهومك اسد والفولفك اسد في كل ريا من ريات الزرق الشامية وتكلمنا قبل كده عن خصائص الهومك اسد وخصائص الفولفك اسد بالنسبة للنبات واللي ليها اهمية كبيرة جدا كمان جماعة بالنسبة للطربة وتحسين خواص الطربة اللي موجودة عند حضرتك في الحلقات السابقة يا جماعة هقول لحضرتك على بعض طرق التسميد اللي هتوفر معاك كتير جدا يا جماعة لان احنا كده النهاردة بنحتاج لنا مثلا لتسميد الدرق الشامية بيحتاج له من 8 الى 10 شكاير نطارات نشادر بيحتاج له لو انت مش عندكش نطارات نشادر وعايز تخدم سلفات النشادر وده الافضل يا جماعة في التسميدة التانية وهقول لها التانية بعد رية المحاياة وبرضو هقول لك بعد كده هنحط ايه في التسميدة التانية بتحتاجك حوالي من 12 الى 14 شكار سلفات نشادر وطبعا يا جماعة في الاسعار دي بتبقى الاسعار غالية جدا فان شاء الله برضو هقول لحضرتك على طريقة كويسة جدا باستخدام بعض المركبات العضوية اللي هتدي معاك نتيجة محترمة جدا في التسميدة الاولى والتسميدة التانية لمحصول الزرق الشامية عشان تاخد منه اعلى انتاجية بكده يا جماعة نكون وصلنا لهاية حياتنا النهاردة نركز اقوى يا جماعة في موضوع معاد رية المحادة هيفرق مع حضرتك كتير جدا اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة واتمنى انكم تشيركم في القناة تفعل زر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي